بسم الله الرحمن الرحيم من آفاق الإنتاج تشرق عليكم أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بهذه المادة بعنوان لحظات الفراق للدكتور صالح لنيان والشيخ صالح الخضيري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فإن خير الزاد التقوى ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم وليس على عبدٍ تقيٍ نقيصةٌ إذا حقَّق التقوى وإنحاك أو حجم وسارِعوا رحمكم الله إلى مرضاته وتعرَّضوا لرحماته وأعملوا صالحًا لتفوزوا بجناته إن الله بما تعملون عليم أيها المسلمون أنلهو وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب أيلهو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب أيها الأحبة لقد غفلنا ولم يغفل عنا وشيعنا الجنائز وما اعتبرنا وقدمنا الاهتمام بما يفنى على ما يبقى استحكمت الغفلة على القلوب وران عليها كدر الذنوب قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلةٍ معرضون ما يأتيهم من ذكرٍ من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيةً قلوبهم قلوبٌ أغرقت بالماديات وتقلبت بين الشهوات والشبهات ولهثت خلف الملهيات همُّ أحدهم همُّ أحدهم ملبسٌ ومركب ومطعمٌ ومشرب يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لم تخطر لهم الآخرة على بال ولم يُغيِّر الموتُ لهم حال جاءتهم النذر وقامت عليهم الحجة ومات عددٌ ممن كانوا يحبون ويألفون فما نفعهم ذلك عُمِّروا طويلاً فما رغبوا عما هم فيه تحويلاً قال الله عز وجل عن حال هؤلاء وحال أمثالهم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يُوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يُمتَّعون أيها المسلمون أمامنا أهوالٌ عظام الموتُ وسكراتُه والقبرُ وظلماتُه ويوم القيامة وروعاتُه والحسابُ ومناقشاتُه ثم المرد إما إلى جنةٍ عالية قطوفُها دانية فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذُّ الأعين وإما إلى نارٍ حامية لا يُقضى على أهلها فيموتُوا ولا يُخفَّفُ عنهم من عذابها إي والله إن هذا هو الحق يا أيها الإنسان هل وقفت مع نفسك فناقشتها لماذا خُلقت ولماذا أعيش ومتى أموت وبماذا ستُختم أيامي في هذه الدنيا أبطاعةٍ أم بمعصية وإلى أين المردُّ بعد الموت هل إلى جنةٍ أم نار لتجد الجواب في قول الله جل وعلا وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وفي قوله سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وفي قوله سبحانه وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غدا وما تدري نفسٌ بأي أرضٍ تموت وفي قوله كلُّ نفسٍ ذائقة الموت وإنما توفَّون أجوركم يوم القيامة فمن زُحزِح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وفي قوله سبحانه قل إن الموت الذي تفرُّون منه فإنه ملاقيكم ثم تردُّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وفي قوله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادحٌ إلى ربك كدحًا فملاقيه أفيظن المغرور أنه خلق ليلهو ويلعب ويأكل ويشرب ويتمتَّع ويطرب كلا قال الله جل جلاله أيحسب الإنسان أن يُترك سُدى وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أما الخاتمة والجنة والنار فإلى الواحد القهار بيد أن العاقل يعمل للدنيا على قدر مكثه فيها ويعمل للآخرة على قدر مكثه فيها فمن قدم شيئًا قدم عليه ومن صفَّى صُفِّي له ومن كدَّر كُدِّر عليه وكما يدين العبد يُدان والجزاء من جنس العمل معاشر المسلمين إن الله قد سوَّى بين البرية في ورود حوض المنية فكلٌّ له عمرٌ محدود وأجلٌ معدود إذا استوثى هذا الأجل نُقِل من دار العمل إلى دار الجزاء فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون البقاء للحي القيوم الذي يميت ولا يموت ويفني ولا يفنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في الموت يستوي جميع الخلق حتى محمد بن عبد الله خليل الله ورسوله صلى الله وسلم عليه إنك ميتٌ وإنهم ميتون يموت المجاهد والقاعد والشجاع والجبان وذو الأهداف الكبيرة والهمم العالية والتافهون الذين يعيشون لشهواتهم لكن على أي حال يموت المر يا غافل القلب عن ذكر المنيات عما قليل ستلقى بين أمواتي فاذكر محلك من قبل الحلول به وتب إلى الله من لهو ولا الذاتي إن الحمام له وقتٌ إلى أجل فاذكر مصائب أيام وساعاتي لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها قد حان للموت يا ذلُّ بأياتي كل حياتنا عجب نوقن بالموت ولا نستعد له نوقن بالجنة ولا نعمل لها نوقن بالنار ولا نهرب منها فيا بعد سفرنا ويا قلة زادنا لقد فضح الموت الدنيا فلم يترك لذوي العقول فرحا أيها المسلمون من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء تعجيل التوبة وقناعة القلب والنشاط في العبادة ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء التسويف بالتوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادات ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتذكر الموت فقال أكثروا ذكر هادم لذات الموت يا أصحاب الغفلات هذه الدنيا كم واثق فيها فجعت وكم من مطمئن إليها صرعت وكم من محتال فيها خدعت حلوها مر وأيامها دول وعزيزها مغلوب سرورها إلى حزن وعافيتها إلى سقم ووجودها إلى عدم اجتماعها إلى افتراب وبناؤها إلى خراب فأين المعتبرون فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم قال بعضهم أيها المغتر بطول صحته أما رأيت ميتا قط من غير سقم أيها المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخوذا قط غره أب الصحة تغترون أم بطول الأمل تأمنون أم على ملك الموت تجترئون إن ملك الموت إذا جاء لم يمنعه من كثروة مالك ولا كثرة احتشادك أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب شديد وندامة على التفريق قال الحسن رحمه الله من لم يمت فجأه مرض فجأه فاتقوا الله واحذروا مفاجأة ربكم يا من اغتر بشبابه تذكر أن موت الشباب أكثر من موت الشيوخ لا تغترر بشباب ناعم خضل فكم تقدم قبل الشيب شبان يعمر واحد فيغر قوما وينسى من يموت من الشباب عباد الله أخطر ما يمر بالإنسان في هذه الدنيا لحظات الفراق إذا تصرم أجله وحان يومه ولفض آخر أنفاسه فإما أن يبشر بروح وريحان ونعيم ورضوان أو بغضب ونيران وحميم آن ومن هنا فقد كانت لحظات الفراق تقض مضاجع الصالحين ذلك أن الله سبحانه لما خلق الخلق قبض منهم قبضة إلى الجنة وأخرى إلى النار والإنسان لا يعلم عن حاله هل هو من السعداء أم من الأشقياء في مسند الإمام أحمد أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عند موته فسئل عن ذلك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ولا أدري في أي القبضتين كنت نعم ما أبكى العيون مثل ما أبكاها الكتاب السابق المقربون قلوبهم معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا في علم الله والأبرار قلوبهم معلقة بالخواتيم يقولون بماذا يختم لنا كان سفيان الثوري رحمه الله يشتد قلقه من السوابق والخواتم فيبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا ثم يبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت وقال مرة لبعض الصالحين هل أبكاك قط علم الله فيك فقال الرجل تركتني يا سفيان لا أفرح أبدا ولما حضرت وفاة العبد الصالح محمد بن المنكدر جزع جزعا شديدا فقيل له ما هذا الجزع فقال أخاف آية من كتاب الله وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب نعم عباد الله كيف لا يخاف المرء على نفسه وفي الأحاديث الثابتات أن العبرة بلحظات الممات وأن المعول على الخاتمة فعنس أهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم أخرجه البخاري وفي حديث بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أخرجه البخاري ومسلم الحازم يخشى على نفسه ويخاف أن تخذله ذنوبه عند الموت قال عبد العزيز بن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك قال فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر فكان عبد العزيز يقول احذر الذنوب فإنها هي التي أوقعت إن من فقه المر أن يخاف على نفسه من سوء الخاتمة وأن يتهمها دائما بالتقصير فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون العاقل يحذر العجب فهو هلاك وسوء مصير لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل له يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا فقال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء رواه أحمد والترمذي عباد الله حب المعصية وإلفها واعتيادها وعدم التوبة منها سبب لأن تستولي على القلب والتفكير إلى الرمق الأخير فعند تلقينه كلمة التوحيد تطغى هذه المعصية على تفكيره فيحال بينه وبين هذه الشهادة وربما تكلم بما يدل على تسخطه على القضاء والقدر أو مات وهو يباشر المعصية نعوذ بالله من ذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله سمعت شخصا يقول عند موته وقد اشتد به الألم ربي يظلمني وقال ابن القيم رحمه الله أخبرني رجل عن قريب له أنه كان تاجرا يبيع القماش وكان سيئ الحال يقول فلما حضره الموت جعل يقول هذه قطعة جيدة وهذه على قدرك وهذه مستراها رخيص يساوي كذا وكذا حتى مات والعياذ بالله وقيل لبعض المحتضرين قل لا إله إلا الله فقال آه آه لا أستطيع أن أقولها وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء حتى مات وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم مات ولم يقلها ثم قال ابن القيم وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم نسأل الله لنا ولكم الثبات وحسن الختام قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي بيده الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قدر الأقدار والآجال بحكمة وعلم فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وإليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالعز والبقاء والجبروت والكبرياء أحمده سبحانه جعل الموت راحة للأتقياء وسوء منقلب للأشقياء وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فاتقوا الله رحمكم الله واستعدوا لما أمامكم واجعلوا من مرور الليالي والأيام وتتابع الحوادف لكم معتبرا فالسعيد من التعظ بغيره وأيقن بأنه يساق إلى أجله وأن الماضي من أيامه لن يعود تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر أيها المسلمون سلوا الله حسن الخاتمة وذلك بأن يموت المر على حال ترضي الله عز وجل ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قيل كيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه وفي السير أن سعد بن الربيع رضي الله عنه وجد بآخر رمق في غزوة بدر وقد أثخنته الجراح فقال لي أبي بن كعب يا أبي أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل إن سعدا يقول جزاك الله عني خير ما جزا نبيا عن أمته وإني أجد ريح الجنة وأبلغ قومك مني السلام وقل لهم إن سعدا يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرف وفاضت نفسه رضي الله عنه ولما طعن حرام بن ملحان رضي الله عنه من ورائه بحربة حتى خرجت من صدره قال رضي الله عنه الله أكبر فزته ورب الكعبة وأخذ الدم ورش به وجهه وصدره ومات رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنه لما توفي وخرجوا بنعشه جاء طير عظيم أبيض لم ير مثله فدخل نعشه ثم لم ير خارجا منه فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وسمع عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم صوت المؤذن وهو يعالج سكرات الموت فقال خذوا بيدي إلى المسجد فقيل إنك مريض معذور فقال سبحان الله أسمع داعي الله فلا أجيبه فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب فركع ركعة ثم مات رحمه الله وكان شيخ الشافعية ابن الإسماعلي يصلي صلاة المغرب بالناس فلما قرأ بهم إياك نعبد وإياك نستعين خرجت روحه رحمه الله ومات جماعة في السجود وهم يصلون منهم مجاهد بن جبر وحماد بن سلمة الذي كانت جميع أوقاته معمورة بالتعبد والأذكار ونشر العلم ولو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا مات في الصلاة ساجدا رحمه الله ولما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى فقيل له فقال أسفا على الصلاة والصوم فلم يزل يتشل القرآن حتى مات رحمه الله بل لا نذهب بعيدا فهذه امرأة في العام الماضي تصلي في المسجد صلاة التراويح ولما سجدت قبضت على هذه الحالة وأيضا رجل في رمضان الماضي كان جالسا قبل الغروب يتلو كتاب الله في بيت من بيوت الله فوضع المصحف وقبض على هذه الخاتمة الحسنة وفي يوم الثلثاء الماضي نشرت بعض الجرائد خبر المرأة البكماء التي لا تستطيع النطق مدة حياتها فنطقت بعد خمسين سنة قبل وفاتها بلحظات شاهدها زوجها وأبناؤها تصلي صلاة الفجر مبكرا على غير عادتها وقبل دخول الوقت بكثير ثم نطقت بالشهادتين بلغة واضحة وصريحة ودعت ثم توفيت بعد ذلك وكانت كما يقول الخبر صاحبة صلاح وصدقة وخدمة لزوجها وأبنائها فيا أصحاب الغفلات أيها المسلمون والمسلمات تزودوا بالأعمال الصالحات توبوا إلى الله قبل الممات فعند حضور الأجل يقول المفرط المغرور رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيكون الجواب كلا ويكون الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الرسالة والقرآن نذير موت الأقران نذير الشيب نذير والمرض نذير فما هو العذر كم من إنسان وعد نفسه بالتوبة فسوَّف فيها ورجَّه الشيطان فباغته الأجل على غير استعدادٍ وتوبةٍ وعمل صُمِع بعض المُحتضرين يقول عند موته يا حسرة على ما فرَّدتُ في جنب الله وقال آخر سَخِرَتْ بِيَدُّنْيَا حَتَّى ذَهَبَتْ أَيَّامِي وقال ثالثٌ عند موته لا تغرَّنكم الحياة الدنيا كما غرَّتني فكم من صحيحٍ بات للموت آمِنًا أتته المنايا بغتةً بعدما هجع فلم يستطع إذ جاءه الموت آمِنًا فرارًا ولا منه بقوَّته امتنع وقُرِّب من لحدٍ فصار مقيله وفارق ما قد كان في أمسه جمع يا معشر الغافلين اعتبروا بمن كانوا في أول ليلهم آمِنين يُحرِّكون الأوتار فأصبحوا في القبور يا راقِد الليل مسرورًا بأوله إن الحوادث قد يطرُقن أسحارًا لا تفرحن بليلٍ طاب أولُّه فربَّ آخر ليلٍ أجَّجَ النارًا عادت تُرابًا أكُفُّ الملهيات وقد كانت تُحرِّك عيدانًا وأوتارًا فابكي على نفسك قبل أن تبكي على غيرك وقبل أن يُبكَى عليك وتذكَّر بأنَّم ردَّنا إلى الله فحافظ على حدوده وعظِّم شعائره واحذر قُرَنَا السُّوء وحافظ على صلاة الجماعة وداوم على تلاوة القرآن والأذكار واصحَب الأخيار وكُفَّ نظرك عن الحرام فهذا عنوانُ سعادتك اللهم أسعدنا بطاعتك اللهم اختم لنا بخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةًا وقنا عذاب النار اللهم انصُر دينك وكتابك وسنَّة نبيِّك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم توفَّنا مع الأبرار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تُزِغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا للإسلام وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى فمن اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه معاشر المسلمين إن الدنيا إنكست أنكست أوحلت أمحلت أو جلت أو جلت وكم من إنسانٍ على بمقدمه الصفير والتصفيق ودُقت لمقدمه الطبول ورفعت له الأيدي علامات فلما علامات وفارق الحياة معاشر المسلمين في هذه الحياة الدنيا كلُّ باكٍ فسيُبكى وكلُّ ناعٍ فسينعى وكلُّ مذخورٍ سيفنى وكلُّ مذكورٍ سينسى ليس غيرُ الله يبقى من على فالله أعلى معاشر المسلمين وقفتنا لهذا اليوم مع آيٍ من كتاب الله وفيها من العبر شيءٌ عظيم قال الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحٌ وريحانٌ وجنَّةُ نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فالسلامٌ لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالِّين فنزلٌ من حميمٍ وتصليةُ جحيم معاشر المسلمين تناقلت الصحف ووسائل الإعلام في هذا الأسبوع والأسبوع الماضي خبرًا مفادُه أن أحد المغنِّين وهو يعزف على العود أمام جماهير غفيرة وفجأةً وهم يطربون ويضحكون ويشجِّعون إذ تيبَّسَتْ يداه وبرد جسمُه ومال راسُه وسقط على الأرض وهم ينظُرون من الذي تسلَّل إليه وجمهورُه لم يرَه من الذي أردَاه من الذي غيَّر الضحِك إلى بُكاء والفرح إلى حُزنٍ عمير بلغت روحه الحلقون وهم حينئذ ينظُرون أيستطيعون إرجاع روحه دخل ماشياً وخرج مجندلًا محمولًا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظُرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصِرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجِعونها إن كنتم صادقين معاشر المسلمين إن في ذلك لذكرًا لمن كان له قلب أو ألقَ السمع وهو شهير وفي هذا الحدث عبرٌ لمن اعتبر ولنا مع هذا الحدث وقفات الأولى أن الذي قبض روحه وهو أمامهم قادرٌ على قبض روح غيره في أي ساعةٍ من ليلٍ أو نهار وفي أي مكان فليُعِدَّ لِسْ وليُعِدَّ لذلك المصرع فإن الأمر جدُّ خطير ويُعِدَّ لذلك المصرع ويُعِدَّ لذلك المصرع ويُعِدَّ لذلك بضاعته ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُدنَى المؤمنُ من ربِّه يوم القيامة حتى يضعَ ربُّ العزَّة عليه كنفَه فيُقرِّرَه بذنوبِه تعرفُ ذنبَ كذا فيقولُ ربِّ أعرف ربِّ أعرف فيقولُ الله جلَّ وعلا ولكني سترتُها عليكَ في الدنيا وأغفِرُها لكَ اليوم ثم تُطوى صحيفةُ حسناته رواه البخاري ومسلم وأما المُجاهِرُ بالمعصية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلُّ أمتي معافى إلا المُجاهِرين رواه البخاري والوقفةُ السادسة عبرةٌ للغافلين عن الأجل يا من بدنياه اشتغل وغرَّه طولُ الأمل الموتُ يأتي بغتةً والقبرُ صندوقُ العمل فانظر لنفسك يا مسكين يا ضعيفَ الإيمان واليقين قبل حلول الندم وزوال النعم ونزول النقم حيثُ لا ينفعُ الندم فاستعدَّ للسؤال وتهيَّأ للجدال قال الله عز وجل يوم تأتي كلُّ نفسٍ تُجادِلُ عن نفسها هل تصوَّرْتَ ذَلِكَ اليوم هل تصوَّرْتَ ذَلِكَ اليوم هل تصوَّرْتَ شِدَّةَ ذَلِكَ اليوم يوم أن تزولَ البهارِجُ عن البصيرة متٍّ لنفسك أيها المغرورُ يوم القيامة والسماء تمورُ إذ كُوِّرَت شمسُ النهارِ وأُدنيتُ حتى على رأس العبادِ تصيرُ وإذا النجومُ تساقطَت وتناثَرت وتبدَّلَت بعد الضياءِ كُدُورُ وإذا الجحيمُ تسحَّرَت نيرانُها فلها على أهل الذنوب زفيرُ وإذا الجبالُ تقلَّعت بأصولِها فرأيتَها مثلَ السحاب تسيرُ وإذا العشارُ تعطَّلَت وتخرَّبَت خلَت الديارُ فما بها معمورُ وإذا الوحوشُ لدى القيامة أحشرَت وتقولُ للأملاكِ أين نسيرُ وإذا البحار تفجَّرت نيرانُها فرأيتَها مثلَ الجحيم تفورُ وإذا الصحائفُ نُشِّرَت وتطايرَت وتهتَّكَت للعالمين سُثورُ وإذا الجليلُ طوَسَّمَا بيمينهِ طيَّ السجلِ كتابَهُ المنشورُ وإذا الجنينُ بأمِّه متعلِّقٌ يخشَى الحسابُ وقلبُه مدعورُ هذا بلا ذنبٍ يخافُ جنايةً كيف المُصرُّ على الذنوب دُهورُ وإذا الجنانُ تزخرفَت وتطيَّبَت لفتًا على طولِ البلاءِ صفورُ اللهم إنا نسألك رضاكَ والجنَّة ونعودُ بكَ من سخطِكَ والنار والوقفةُ السابعة كثُرَت الكتابةُ عن ذلك الحدثَ عبر الصحافةِ المقرُوأة بل وكثُر الغلو ما بين تبجيلٍ ومدحٍ بما يُشبِه الدم ونقلٍ لمشاعِر بعض الناس تجاهَ ذلك الحدث وجعلها مشاعِرَ عامَّة المُسلمين ولا شك أن هذا من الخطأ فبالخطِ العريض في أحدى الصحف يقولُ كاتبٌ من الكتاب حالةٌ من الوجوم والحزن تعمُّ الشارع السعودي كذب ورب الكعبة هذا كذبٌ مُفترى وقذفٌ للمسلمين يعلمون من الذي عمَّ الحزن والوجوم بخبر وفاته إنهم نُجومُ الاهتِداء إلى نُجومُ الضلال إنهم مصابيحُ الدُّجاء علماءُ هذه الأمة ومع هذا معاشر المُسلمين أقولُ أين ذلك البُكاء من بعض الناس؟ وأين ذلك النحي والحزنُ في هذه الحالة من الوفاة؟ ألم يمُت غيرُه من المُسلمين؟ إن هناك من المُسلمين في مشارِق الأرض ومغارِبها من يُقتَّلون بالآلاف إباداتٍ جماعية فأين ذلك البُكاء؟ إن المُسلمين في الشيشان تُنتهكُ أعراضُهم وتُسلَبُ أموالُهم وتُهدَرُ دماؤُهم وتُستباحُ ديارُهم حتى إن الروس في هذه الأيام يُلقون عليهم قنابل جُرثومية مُحرَّمةً دوليًّا وهي قبل ذلك مُحرَّمةٌ شرعاً لكن ماذا؟ ماذا نرجو من الكفرة الفجرة؟ يُلقون قنابل جُرثومية فانتشرت الأمراض والأوبئة التي لم يُعرف لها سبب مع صمتٍ رهيب من العالم كله ومع ذلك يموتُ من المُسلمين من يموت أين من بكى لموت مُغنِّ ولم يبكي لمُصيبة أمَّه بأكملها أين من تباكى لموت مُغنِّ ولم يبكي لمُصيبة أمَّه إن نساء المُسلمين في الشيشان وقبل ذلك في كوسوفا وقبلها في البُوسنة تعرَّضنا لسلسلةٍ متشابهة من الاغتصاب وظهر أولادُ الزنا الذين ترعرَعوا في البُوسنة وفي كوسوفا وحان الوضع في الشيشان فأين البُكاء؟ وأين الأرين؟ لكن إلى الله المُشتكى إلى الله المُشتكى شعبٌ يُباد فرحٌ هنا وهناك قامَ المأتمُوا بيتٌ ينوحٌ وآخرٌ يترنَّمُوا قتلُ امرئٍ في غابةٍ جريمةٌ لا تُغتفَر وقتلُ شعبٍ آمنٍ مسألةٌ فيها نظر اللهم انصُر إخواننا المُسلمين في الشيشان نصرًا مُؤزَّرًا اللهم إن أعداء المُسلمين طغَوا وبغَوا وتجبَّروا وعتَو اللهم عليك بهم فإنهم لا يُعجِزونك اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واجعل الروس غنيمةً لهم يا أرحم الراحمين معاشر المُسلمين يا ليت من بُلي بسماع الغنى في الدنيا يتذكَّر أصوات الحور العين في الجنة فيطلُبها بعملٍ صالح يُسرُّ به عند القُدوم على الله يا ليت من بُلي بسماع الغنى يتذكَّر أصوات الحور العين في الجنة فيطلُبها بعملٍ صالح يُسرُّ به عند القُدوم على الله يا ليت من بُلي بسماع الغنى وأقام على سماع يتفكَّر هل هو معصيةٌ لله عز وجل أم لا فيتنبَّه لنفسه قبل أن تزلَّ به القدم يا ليت من بُلي بالنظر إلى النساء الأجنبيات أو النظر إلى العورات عبر الأفلام يتذكَّر ساعةً في الآخرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يُحشَرُ الناس يوم القيامة حُفاتًا عُراتًا غُرُلاً قُلتُ يا رسول الله يا رسول الله الرجال والنساء جميعًا ينظُر بعضهم إلى بعض قالت قال يا عائشة الأمرُ أشدُّ من أن ينظُر بعضهم إلى بعض رواه البخاري ومسلم يخرُجُ الناس من قبورهم حُفاتًا عُراتًا عاريةً أجسامهم المرأة عارية والرجل عاري ويمشي بعضهم بجانب بعض ويمشي بعضهم أمام بعض ولا ينظُر بعضهم إلى بعض ولا يُهمُّهم ذلك معاشر المسلمين على المسلم أن يتذكَّر ذلك اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتَّقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيءٌ عظيم يوم ترونها تذهل كل مُرضعةٍ عما أرضعت وتضع كلُّ ذات حملٍ حملها وترى الناس سكارًا وما هم بسكارًا ولكن عذاب الله شديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مُباركًا فيه كما يحبُّ ربُّنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا أسباب سخط الله فإن الله إذا عُصِي في أرضه غار في سمائه معاشر المسلمين إن كل إنسانٍ مسلِمًا كان أو كافِرًا يُؤمنُ بالموت لأن الله تعالى قال عن الكافرين أنهم قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا لكن فرقٌ بين إيمان المؤمن بالموت وإيمان الكافرين بالموت فالمؤمن يؤمن أن هناك دار بعد هذه الدار لا تكون إلا لمن أصلح العمل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال صلى الله عليه وسلم الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الحديد رواه الترمذي وحسنه معاشر المسلمين ولنعلم أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا ضيفٌ راحل ولكن على أي هيئةٍ يرحل من هذه الدنيا وبماذا يُختمُ له فخاتمةُ الإنسان هي التي عليها مدارُ العمل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمالُ بالخواتيم رواه البخاري معاشر المسلمين إن لحظاتَ الختامِ عصيبة وهي التي كان السلف يحمِلون همَّها قال صلى الله عليه وسلم فوالله إن أحدكم ليعملُ بعمل أهل النار حتى ما يكونُ بينه وبينها غير باعٍ أو ذراع فيسبِق عليه الكتاب فيعملَ بعمل أهل الجنة فيدخُلَها وإن الرجل ليعملُ بعمل أهل الجنة حتى ما يكونُ بينه وبينها غير ذراعٍ أو ذراعين فيسبِق عليه الكتاب فيعملَ بعمل أهل النار فيدخُلَها رواه البخاري ومسلم قال ابن بطالٍ رحمه الله في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمةٌ بالغة وتدبيرٌ لطيف لأنه لو علمَ وكان ناجياً أُعجِبَ وكسِل وإن كان هالِكًا ازدادَ عُتُوًّا فحُجِبَ عنه ذلك ليكونَ بين الخوف والرجاء معاشرَ المسلمين وكما يتناقلُ الناس خاتمةً سيئة فإنهم أيضًا يتناقلون خواتمة حسنة لبعض الصالحين من واقع مُجتمعاتهم ليست من واقع السلف فالنماذجُ في واقع السلف كثيرًا ففي رمضان الماضي لعام عشرين وأربع مئةٍ وألف وفي الرياض امرأةٌ في أحد مساجد الرياض تُصلي صلاة القيام مع الإمام فتسجُدَا فتُقبض روحُها وهي ساجِدَة فلا تستيقِظ بعد ذلك وفي بُريده رجلٌ بعد صلاة العصر في رمضان وقد قاربت الشمس على الغروب يقرأ كتاب الله عز وجل فتُقبض روحُه وآخر العهد بكلام الله وهو صائمٌ لله رب العالمين وآخر يتجرَّد من ملابسه ويحسِر عن رأسه ويُلبِّي لله رب العالمين مُعتمِرًا فتُقبض روحُه بعدما لبَّى وهو مُحرِم فيُكفَّن في ثوبَي الإحرام ولا يُخمَّر راسُه لأنه يُبعَث يوم القيامة مُلبِّيًا كما أخبر صلى الله عليه وسلم فيمن وقصَته راحِلته رحمهم الله رحمةً واسعة وأزكَنَهم فسيحَ جنَّاته اللهم أحسِن خاتِمتَنا في الأمور كلِّها اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى اللهم آتِ نفوسَنا تقواها وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الشرك والمُشركين وادمِّر أعداءك أعداء الدين اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأصلِحُ لاتَ أمورنا وارزُقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين اللهم انصُر المُجاهدين الصادقين في سبيلك اللهم انصُر المُجاهدين في الشيشان اللهم سدِّد رميهم وانصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم اللهم عليك بالشُيوعيين الملاحدة اللهم أحصِهم عددًا واقتُلهم بددًا ولا تُبقِ منهم أحدًا اللهم انصُر المُجاهدين في فلسطين وفي الفلبين وكشمير وفي كل مكان اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يجدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأخيرًا وليس بآخر نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنًا مع تحيات أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع وإلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله